موسيقى الدرس الرابع التكيف عند الحيوانات نشاط واحد التكيف عند السمكة أحضر سمكة تسبح في الماء أصف شكل السمكة دعونا الآن نتأمل بشكل السمكة ما هو شكلها؟ نعم لها شكل إنسيابي لسمكة شكل إنسيابي ماذا أسمي شكل السمكة؟ أحسنتم أسميه شكل إنسيابي ما أهمية هذا الشكل الإنسيابي؟ دعونا تأمل الفيديو الذي يوجد في الشاشة ماذا يساعدها شكلها الإنسيابي؟ أحسنتم يساعدها على السباحة في الماء إذن للسمكة شكل إنسيابي يساعدها على السباحة في الماء الآن نلاحظ حركة السمكة ما الذي يساعدها على السباحة في الماء؟ أحسنتم الشكل إنسيابي إذن شكل السمكة يساعدها على السباحة في الماء دعونا نتأمل السمكة ماذا نلاحظ؟ هل يوجد أجزاء أخرى في السمكة تساعدها أيضا على السباحة في الماء؟ أحسنتم يوجد في خلف السمكة ذيل الذيل يساعد السمكة على السباحة في الماء أيضا ماذا يوجد؟ أحسنتم الزعالف الزعالف أيضا تساعد السمكة على السباحة في الماء ماذا يغطي جسم السمكة؟ يوجد على السمكة غطاء ما هذا الغطاء؟ ماذا نطلق على هذا الغطاء كما شاهدنا في الفيديو؟ أحسنتم يسمى بالقشرة إذن يغطي جسم السمكة القشور ما أهمية هذه القشور؟ في ماذا تساعد السمكة؟ أحسنتم فإنها تحميها من المؤثرات الخارجية التي توجد في الماء هنا لتأمل هذا الفيديو انظر ماذا يوجد تحت هذا الغطاء أحسنتم يوجد الخياشيم إذن هنا يوجد الخياشيم التي تغطى بغطاء يسمى غطاء الخياشيم إذن أرفع غطاء الخياشيم بإصبعي وألاحظ الخياشيم ما أهمية هذه الخياشيم؟ لماذا للسمكة يوجد خياشيم؟ أحسنتم لأن الخياشيم تساعد السمكة على تنفس الأكسجين المذاب في الماء فإن السمكة يوجد فيها خياشيم حتى تستطيع تنفس الأكسجين المذاب في الماء إذن دعونا معا نستنتج أن التكيف عند السمكة في أمور عديدة أولا لها شكل إنسيبي يساعدها على السباحة وأيضا أحسنتم لها ذيل وزعانف ويساعدها أيضا على السباحة في الماء وماذا عن القشور الصلبة؟ التي تحميها من المؤثرات الخارجية إذن أيضا القشور الصلبة تحميها من المؤثرات الخارجية وأخيرا كيف تتنفس السمكة؟ أحسنتم للسمكة خياشيم تساعدها على تنفس الأكسجين المذاب في الماء دعونا الآن لتأمل بإجزاء السمكة أول جزء ما هذا الجزء الذي يغطي السمكة؟ أحسنتم القشور الصلبة أما هذا الجزء الذي يوجد في نهاية السمكة ويساعدها على السباحة ممتاز الذيل والجزء الآخر الذي يساعدها أيضا على السباحة يسمى بال الزعانف وما هذا الجزء الذي يغطي الجهاز الذي يساعدها على التنفس؟ ممتاز غطاء الخياشيم وماذا تخبي غطاء الخياشيم؟ أحسنتم يغطيها الخياشيم التي تساعد السبكة على تنفس الأكسجين المذاب في الماء أحسنتم 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر